ماذا تحسن حالات التوحد ممكن توصل لحد فين؟ زي ما قلتلك في أول الكلام أنا ممكن أوصل بي لدرجة شبه سواء إلا أن دايما زي بالزبط كده في المسلسل إن أنا عندي الاستجابات المفعالية هي اللي فيها مشكلة إن أنا مش عارف أقرأ استجابة اللي قدامي ولا أنا عارف أديك الاستجابة المطلوبة يعني بنقول عليه الإنسان الآلي بمعنى أصح أنا تعبيراتي واحدة الملامح كلها فلات مش بديكي تعبيرات أن أنا متأثر أو إلا ممكن لو بالكلام زي بالزبط المشهد المشهور أنت هترفضيني زي ما الكلية أو الجامعة رفضتني هو بيقولها برتابة جداً ومش بيقولها بتأثر هو ممكن يكون حاسس من جواب ديء وبقلم لكن بره لا فبتلاقي إن دايما الناس بتعلق هو فيه عنده مشكلة هو بيكلم بالطريقة دي ليه كان فيه عندي ولد عنده 17 سنة وكان في الجامعة وزميله في الجامعة ما كانوش فاهمينه هو بيتصرف كده ليه أو هم بيتحكش ليه مهما بيقوله نكت أو بيحاوله إن هم يقلشه أو يهزره هم بيهزرش فهو جاي بيتكلم عن مشكلته إنه هو مش لقيت تقبل وإن هم دايما بيسأله في إيه وهو بياخد وقت هو كان مدرك لحالته أه طبعاً السن ده هو خلاص عارف إنه هو عنده مشكلة فهو بيحاول إنه هو يتقبلها ويعرف إزاي إنه هو يتكيف وسط المجتمع أعلى منه في الجزء ده لإن أنت يعني الطفل ده لما بيكبر في مرحلة مراهكة وبعلي كيف مرحلة الشباب أنت هنا بتوعي ناحية الاتراب اللي موجود عنده أو إيه الجزء اللي لسه فيه قصور عشان يبدأ يتكيف معي فبالتالي بيتقبل التنمر أو الأسئلة اللي فيها تكهنات حوالين حالته ده قبول بل بالعكسة وبيقف يشرح لهم أنا عندي مشكلة في كده 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 فممكن تأخذ وقت شوية في أن أنا أستوعب منك عشان أبدأ أدحك أو أديك رد الفعل المناسب لأنه ممكن يكون عنده القدرة التحليلية أبطأ شوية أو بتاخد وقت في أنه هو عايز يخش في تفاصيل معينة معقدة إحنا ببنوصل لهاش بتفكيرنا على فكرة يعني وهو ده الملكة بتاعة الحفظ والاستنتاج يعني كان فيه برضو من ضمن الناس المشهورة بس أنا مش متذكرة اسمه قوي هو رسام وقفوه قدام قتال كبير جدا فيه أكتر من ألف وحاجة نافذة رسامهم بأماكنهم بالعدد الصحيح المطلوب جوه الرسمة فهما بيكونوا عندهم مقدرة على أنهما بيلقطوا تفاصيل إحنا نفسنا ممكن نكون مش شايفينها فده بياخد من وقت شوية لحد ما يبدأ أنهو يستوعب التحليل أو التفصيل فيبدأ يجريكي بقى في الحوار لكن هو عشان يوصل للمرحلة دي ويبتدي يشرح للناس والمحيطين به الحالة اللي عنده بالزبط لازم يكون هو شخصية شغل جبار لازم يكون أثناء تربيته لازم يكون اتعود على المواجهة صحيح أنه يكون موجود في المجتمع أنه يتكلم عادي أن حتى وإحنا بنتكلم عن أخطاء بعض الأمهات من الممكن يكونوا قاعدين مثلا في تجمع أو كده وهي قاعدة بتشرح حالته لحده هو قاعد سامع أعتقد دي من ضمن الحاجات برضو على حسب الشرح لو أنا أشرح باستكانة وبضعف وأعمل بس يلا الحمد لله أنا ربنا مديني نعم عارف أنت لما تيجي توطي صوتها الشوية تقول أصلا هو عنده هو بيقى سامع الكلمة هو طبعا بيتأثر أكيد بيتأثر وبعدين بيشوف أن أنا في حاجة ماما عايزة تخبيها أنا أي البادي لانجوش فإزاي هو يواجه بعد كده نبرت صوتك هو بيستمدها منك وبيعرف نقاط الضعف والقوة بتاعت اللي قدامه أما ماما نفسها اللي هي أول مؤثر في العالم بتاعي مش متقبلين هما للعالم المتقبلين دعم الأول زي ما بنقول بالضبط زي ما حضرتك قلت يا دكتور هي فكرة التقبل وفكرة أنه أولياء الأمور يعني يدركوا أنها منحة مش محنا ولنهم ممكن يقدروا أنهم يخلقوا بطفل بالعكس عنده قدرات أعلى وقدرات قاسة حتى عن الأطفال الأسوياء